بالاضافة الى المجموعتين دول هيبقى طبعا هناك مجموعة للتنمية السياحية بصورة كبيرة مجموعة الاقتصادية طبعا دي مجموعة قائمة وستجتمع بصورة دورية ودي بتبقى برئاسة رئيس الوزراء وايضا هتكون هناك مجموعة وزارية للطاقة والتركيز اكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين هناك مجالس موجودة ولكن انا بتكلم على موضوع سرعة الانعقاد واتخاذ القرارات البينية اللي تمكن ان احنا نتحرك بسرعة علشان نحقق المستهدفات المجموعة الاخيرة ودي مجموعة مهمة جدا هتبقى المجموعة الوزرية الخاصة بموضوع ريادة الاعمال لان هذا الموضوع شديد الاهمية للدولة والشباب وتشجيع الشباب وريادة الاعمال وهذا الملف فيه تداخل ولكن هنشتغل عليه ان يبقى هناك مجموعة وزارية مسؤولة عنها وزير وتبدأ انها تحل مشاكل وتدفع العمل في هذا الموضوع ان شاء الله حيكون هناك مستشارين متخصصين من مجلس الوزراء حيتم تعينهم جوه مجلس الوزراء كل واحد منهم حيبقى موجود لواحدة من هذه المجموعات عشان ايضا يضمن المتابعة الدورية ويبقى هو موجود جوه من المجلس الوزراء ايضا عشان لو فيه اي شيء يتطلب تزليل اي عقبات اخرى حيبقى هو لديه الخبرة الفنية التخصصية في هذه المجالات وحيبقى موجود ويقدر ان هو يساعد في هذا الموضوع ويدي تقرير مباشر لرئيس الوزراء بمهام واللي بيحصل بتفاصيلها في المجموعة علشان اي حاجة محتاجة دعم نقدر ان احنا نساعد في هذا الشأن ان شاء الله الحقيقة ان كان توجيه سيادة الرئيس لينا امبارح في الاجتماع الموسع اللي عقده مع مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ان التواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين والشفافية فيه عرض كل التحديات اللي بتواجه الدولة والاستباقية يعني ما نستناش ان الازمة تحصل وبعد كده نطلع نقول هي الازمة حصلت ليه لو فيه شايفين ان حيبقى ممكن من الوارد لقدر الله فيه ازمة معينة لازم نبادر بالاعلان المسبق عنها وان احنا نبقى بنعرض الموضوع بمنتهى الوضوح والشفافية علشان يبقى المواطن نفسه عارف الموضوع وايه التحديات اللي بتواجه الدولة عشان يقدر ان هو يعرف الدولة بتتحرك ازاي ويمكن علشان نحاول نضمن هذا الموضوع يمكن يعني انا بحب احد حضراتكم انه هيبقى فيه مؤتمر اسبوعي ثابت ومستمر حيبقى بعد اجتماع مجلس الوزراء حيبقى بنفس فازينها القاعة حبقى انا موجود فيه مع ممكن عدد من السادة الوزراء ونفتح مع حضراتكم مش فقط ان احنا نعرض ايه اللي تم معه يعني منقشته بوا المجلس لا حنعرض كل شواغل الدولة والرأي العام على مدار الاسبوع ده وحيبقى الاساس ان احنا نسمع منكم واي اسئلة او استفسارات ونرد على حضراتكم كما ان احنا حنستغل ان يبقى ممكن على الاقل مرة في الشهر يبقى حاضر معانا ايضا كبار المفكرين ونقدر نقول مقدم البرامج والاعلاميين الكبار عشان برضو يبقوا موجودين معانا وبرضو يسألوا ويبدروا بالطرح اي قضايا النهاردة عايزين بالدولة انها تتكلم فيها ويعرفوا مستفسارات عشان ينقلوها لرأي العام هذه الالية هتبقى سابتة بعد كل مجلس وزراء هتبقى موجودة زي ما قلت لحضراتكم مش هدفها ان انا اجي اقول لكم مجلس النهاردة ناقش ايه ده هيبقى جوز لكن الاهم لو في اسئلة لاي قضايا انتو حضراتكم شايفينها هنكون جاهزين ان شاء الله من احنا نرد عليها وده يبقى منبر من المنابر اللي نقدر ننقل كل شيء للمواطن وعشان يعرف ايه اهم القضايا والمستجدات طبعا التعامل مع ملف السياسي والاحزاب والآلية الحوار الوطني هتستمر بصورة كبيرة جدا شغلنا الشاغل هيبقى الفترة الجاية كحكومة جزء من ملفاتنا تنفيذ كل توصيات الحوار الوطني وعشان كده يمكن كان طبعا جزء من فلسفة طبعا اختيار المستشار محمود فوزي يعني وزير لشؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي وده يمكن يعني جزء من المسمى بتاع الوزارة ان يكون طبعا بخبراته وجوده كان في الحوار الوطني والمجلس بتاع الخاص بالحوار الوطني انه هو هيبقى بيلعب دور كبير في هذا الشأن ان شاء الله في خلال الفترة القادمة الحقيقة كان اول اجتماعين النهاردة اذا حضراتكم تابعت وعملتوهم الصبح كان الاول مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول علشان موضوع ازمة الكهرباء والحقيقة انا عايز ااكد لحضراتكم احنا بنتابع يوم بيوم اللي بيثار على الرأي العام سواء من البرامج الحوارية مقالات الرأي السوشيال ميديا يعني كل يوم بيتحط على مكتبي او بيبعيتلي على التليفون كل ما يثار في الدولة حتى الاستطلاعات للمواطن يعني لما تسأل هو انت عايز ايميل حكومة جديدة اهم قضيتين النهاردة بعرف ان هم بيشغلوا الرأي العام وانا بأكد ان انا مؤمن تماما وعارف المواطن يعني بيطلبهم موضوع حلولنا مشكلة الكهرباء الموضوع التاني ضبط الاسعار فعشان كده يمكن انا كان اول اجتماعين النهاردة كانوا بحوالين القضيتين دول هناك طلبات اخرى طبعا ودي اللي حنشتغل عليها اللي تأتي ضمن التكلفات اللي سيادة الرئيس قالها لنا لكن دول هم المشكلتين المهمين اللي محتاجين نتحرك فيه بصورة عجلة احنا كنا يمكن اعلنت لحضراتكم عن خطة قبل طبعا حلف اليمين للتشكيل لما حصلت الازمة الكهرباء ان احنا بنستهدف الاسبوع التالت من يوليو ان شاء الله ان احنا نوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف النهاردة كان الاجتماع للتأكد ان تم التعقد على كل الشحنات اللي احنا فعلا هتمكن وزارة البترول والكهرباء ان هم يحققوا هذا المطلب طلبت من السادة الوزراء انه يحددوا لي تحديدا اليوم اليوم اللي حنروح جايين ان شاء الله في الاسبوع الجاي نقول لكم اعتبارا من اليوم كذا حنقدر ان احنا نقول نوقف قطع الكهرباء على الاقل في فترة الصيف ولكن ادت لهم تكلفات اخرى لان احنا كنا حطين واعلننا ان احنا عايزين قبل نهاية هذا العام تنتهي هذه الازمة الى الابد فان شاء الله حنشتغل على هذا الموضوع وده اللي انا بأكد عليه ان احنا يعني بنتحرك وتحركنا بالفعل في هذا الموضوع دبرنا الموارد المالية اللي مطلوبة ودي ارقام ليست بالقليلة وموارد كلها موارد دولارية وزي ما قلنا حوالي مليار ومتين مليون دولار وده رقم ليس بالقليل ولازم يعني انا هتكلم مع ليش انا اسف ان انا بقول هذا الكلام اثير طب منتوا يعني جالكوا فلوس راس الحكمة وفي حاجات تانية مع السندوق ومع المجموعة دي طب على طول استخدموا هذا الكلام اشتركوا في القناة